في سوق المال تباينت مؤشرات البرصة المصرية عند ختام تعاملات اليوم مستهل جلسات الأسبوع حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 751 مليار و300 مليون جنيه وذلك وسط تدولات بلغت نحو مليار و900 مليون جنيه وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 10 من 100 في المائة في حين تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 0.5 في المائة وهبط مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 32 من 100 في المائة اشتركوا في القناة